اشهدت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد بالمشاركة الجماهيرية الواسعة التي تمثلت بتنظيم قافلة احتجاجية على تقاعس الشرطة الاسرائيلية في الحد من العنف والجريمة في المجتمع العربي ووصفت الحدث بالتاريخي الذي يعزز الحقوق المدنية والقومية للمواطنين العرب القافلة التي سيرناها بالامس الى مدينة القدس من اعالي الجليل ومن نقب في الجنوب ومرورا طبعا بقرى ومدن المثلث كانت صرخة قوية اطلقها شعبنا في الداخل في مواجهة اشاعة الاجرام والعنف الذي يحظى بحماية من المؤسسة الاسرائيلية ومن الحكومة الاسرائيلية اعتقد ان نجاح هذه القافلة قد تجاوز كل التوقعات كان هناك اكثر من الف سيارة في المحاور المركزية شارع رقم 6 وشارع واحد المؤدي الى القدس الامر الذي لم يتح المجال لاحد بان يتجاهل هذه الصرخة لان الازدحمات واغلاق الشوارع كان بالجملة في كل مركز البلاد وتعقيبا على استفزازات الشرطة الاسرائيلية ومحاولات تخوف المحتجين واعتقالهم قال رئيس لجنة المتابعة محمد بركي ان اللجنة بصدد التحرك بشكل قانوني لمجابهة الاعتقالات والغاء مخالفات السير التي حررتها الشرطة لبعض الصائقين بالنسبة للمخالفات التي حررت العديد من ابناء شعبنا المشاركين نحن سنتكفل بمتابعة هذه القضية كلجنة متابعة عندنا منتدى حقوقي الذي سيتابع هذا الموضوع بشكل جماعي من تجربة سابقة اعتقد ان بالامكان ابطال هذه المخالفات ومن المتوقع ان تستمر الاحتجاجات التي تنظمها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد خلال الاسابيع القادمة لتفعيل ضغوطات شعبية على الحكومة الاسرائيلية والشرطة باتخاذ دورها الفاعل بحماية المواطنين وتطبيق القانون دون تخاذل او تواطئ تواصلت التظاهرات والفعاليات الاحتجاجية للأسبوع الثاني على التوالي في المدن والبلدات العربية في الداخل الفلسطيني من الجليل وصولا الى المثلث والنقب احتجاجا على تفشي الجريمة وتنديدا بالعنف والقتل وعدم ملاحقة مرتكبي الجرائم وتقديمهم للعدالة من قبل الشرطة الاسرائيلية واغلق المتظاهرون شوارع رئيسية ومفارق حيوية احتجاجا على تقاعس الشرطة الاسرائيلية حاملين لافتات كتب عليها شعارات ضد العنف والجريمة وطواطئ الشرطة كما رددوا هتافات داعية الى نبذ العنف في المجتمع هذا واكد نواب القائمة المشتركة المشاركون في هذه التظاهرات بان اغلاق الشوارع يهدف الى تصعيد النضال المشروع والسلمي ومحاربة كافة مظاهر العنف والاجرام وجمع السلاح غير المرخص ايمانا منها بضرورة الارتقاء بالبحث العلمي والعمل على تطويره بما يتلاءم مع خصائص المجتمع تجري جمعية الجليل للبحوث مؤتمرها السنوي بحضور ثلة من الباحثين في مجالات العلوم المختلفة ومجال التربية والتعليم احنا في هذا المؤتمر منقوم بنشر الابحاث العلمية اللي نفذت في جمعية الجليل في مختبرات جمعية الجليل ونحاول نقربها اكثر لجمهور هدف معين هذه المرة احنا حطينا المجموعة وحطينا الفوكس على معلمي العلوم في المدارس الثانوية والمدارس الاعدادية تبذل جمعية الجليل جهودا حثيثة لاحداث نهضة على صعيد البحوث العلمية في المجتمع العربي وذلك من خلال مختبراتها ومختصها حيث تجرى عدة ابحاث وتجارب علمية داخل هذه المختبرات التي تمنح الباحثين من الاكاديميين وطلاب المدارس الادوات اللازمة لتطوير ابحاثهم وحصد نتائج ملموسة هناك نباتات الذرة كما تشاهدون هي نباتات الفحص هذه النباتات نريد ان نفحص تأثير اضافة مادة معينة الى وسط التنمية المائي من أجل فحص تأثير هذه المادة على زيادة صمود نبات الذرة لدرجات مليح عالية الهدف من استعمال هذه البكتيريا الخاصة هو أنه نوفر بالآخر بالطاقة لإبعاد مركبات النيتروجين من الملياه الملوثة بالنيتروجين البكتيريا اسمها بكتيريا أناموكس هي بكتيريا اكتشفت ب1995 اليوم بالعالم أقاموا كثير أجهز كبيرة اللي بتستعمل هاي البكتيريا لخدمة البشر ولإبعاد مركبات النيتروجين بالبحث العلمي والمعرفة ترتقي المجتمعات لتواكب آخر التطورات التي تطرؤ على حياة الإنسان وهذا ما تسعى إليه جمعية الجليل من خلال عملها الدؤوب لبناء منظومة من الباحثين الفلسطينيين الذين يحققون إنجازات نوعية على الصعيدين المحلي والعالمي كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر مطلعة على جلسات الاستماع لرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو أنه قد يتم إلغاء تهمة الرشوة المتعلقة بالقضية رقم 4000 والتي تتمحور حول منح نتنياهو امتيازات لشركة بيزيك ومالكها رجل الأعمال شاول ألوفيتش مقابل تغطية داعمة في موقع ولا الإخباري هذا ورجح ذات المصادر أن يتم إغلاق ملف القضية رقم 2000 والمتعلقة بمحادثات بين نتنياهو ومالك صحيفة يديعوت أحرنوت أرنون موزيس والتنازل عن تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في هذا الإطار ويشار إلى أن جلسات الاستماع لرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو كانت قد انطلقت مطلع شهر الجاري في مدينة القدس بطاقم دفاع مؤلف من عشرة محامين حضروا الجلسات نيابة عن رئيس الوزراء نتنياهو في ثلاثة ملفات فساد منسوبة له بتهمة الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في القرية الزراعية لاهب في النقاب عقد يوم دراسي شارك فيه العشرات من مربي المواشي والإبل العربي واليهود في الجنوب أولا نحكي عن المؤتمر ومؤتمر زراعي وهذا للمرة الثالثة اللي احنا بنقيمه برعاية مجلس القسوم وشركة فيبرو إسرائيل للأدوية البيطرية وبندعي له المزارعين البدوا ومعشان نطلعهم على آخر المستجدات من ناحية المهنية ومن ناحية الإدارية اش بيصير في وضع الغنم في الجنوب بشكل خاص وفي الدولة بشكل عام طبعا المزارعين هنا تحدياتهم كبيرة جدا كان من ناحية عدد الأغنام اللي هو سنة بعد سنة بخص ومن ناحية أمراض اللي بيت موجودة في المنطقة فيه أطباء مشغولين غنم أطباء المسؤولين على البيطري حكوا أن الأمراض اللي بتصير في الغنم نعالج عندها وندوع عندها وحكوا عن أسماء الأدوية وخلوا ورقام تلفوناتهم يذودكم احنا بنجي وبننفحص وبنشوف غنمكم المؤتمر الزراعي والثالث لمزارعي الجنوب جاء لإطلاع المزارعين على الوضع الزراعي والتحديات التي تواجههم وتخلى له محاضرات مهنية وإرشادية في مجال التغذية الحيوانية والأعلاف في الأول الأخير ومنذ تأسيس الدولة بدأت هذه الظاهرة تربية الأغنام بالتلاشي شيئا فشيئا وهذا كله منوط بالسلطات إذ تمنع اليوم تربية المواشي إلا بتصريح معينة وإلا بترخيص معينة وطبعا نحن كبدو هذه الأمور جديدة علينا ولم نعتاد عليها زد على ذلك بأن المراعي الموجودة اليوم أو تقسيم المراعي تقريبا غير موجودة تم تنظيم هذا اليوم في ظل المشاكل الكثيرة التي يعاني منها أصحاب المواشي العرب وتضييق الخناق عليهم حتى في مجال الحظائر والمرعى 14 مليار دولار تعهد منحون دوليون بتقديمها بهدف مكافحة أمراض الأيدز والملاريا والسل وذلك خلال قمة عالمية عقدت بمدينة اليوم الفرنسية وقال بيتر سانس المدير التنفيذي للصندوق العالمي لمكافحة الأمراض إن الصندوق يهدف لإنقاذ حياة 16 مليون شخص في أنحاء العالم وتخفيض عدد الوفيات السنوية الناجمة عن أمراض الأيدز والملاريا والسل بمقدار نصف بحلول عام 2023 بالإضافة إلى منع إصابة نحو 234 مليون شخص بالعدوى من أجل تحقيق هدف القضاء على هذه الأمراض بحلول عام 2030 من جانبه انتقد الرئيس الفرنسي إيمانيويل ماكرون اليابان بسبب ضعف إسهامها في الصندوق العالمي لمكافحة هذه الأمراض رغم أنها إحدى الدول الصناعية السبع وقال ماكرون إنه سيحاول إقناع اليابان بزيادة إسهامها في الصندوق ودعا ماكرون السعودية أيضا لفعل المزيد كونها أقل الدول الخالجية إسهاما في الصندوق حيث قدمت 30 مليون دولار فقط بينما أسهمت كل من قطر والإمارات بـ 50 مليون دولار بينما وجه بونو نجم فريق يوتو الغنائي انتقدات شديدة للمشككين وقال إنهم في حين أنهم يبثون اليأس فإن الصندوق يبث الأمل في النفوس وشهدت قيمة الصندوق العالمي حضور شخصيات مرموقة بينها رؤساء دول أفريقية وبيل جيتس مؤسس مايكروسوفت وبونو نجم فريق يوتو الغنائي الشهير ووفقا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية فإن عدد المصابين بمرض نقص مناعة مكتسب الأيدز على مستوى العالم بلغ 37 مليون وتسعمائة ألف شخص في عام 2018 نحو ألفي كردي تقريباً خرجوا إلى الشوارع في بلدة السليمانية العراقية احتجاجاً على العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا وخرج المحتجون استجابة لدعوات أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية على وسائل التواصل الاجتماعي للتظاهر ضد الهجوم التركي وبدأ الهجوم التركي على قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة بعد أيام من صحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقواته من المنطقة مما فتح واحدة من أكبر الجبهات الجديدة في الحرب الدائرة بسوريا منذ أكثر من ثماني سنوات وذكرت لجنة الإنقاذ الدولية أن أربعة وستين ألف شخص فروا منذ بدء الهجوم الأخير وباتت مدينة رأس العين والضرباسية على بعد نحو ستين كيلو متراً إلى الشرق مهجورتين إلى حد كبير بسبب الهجوم وتريد تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي إقامة منطقة آمنة من أجل إعادة ملايين اللاجئين السوريين لكن القوى العالمية تخشى أن يؤدي الهجوم إلى تفاقم الصراع الدائر في سوريا ويزيد من مخاطر هروب أسرى تنظيم الدولة الإسلامية من المعسكرات التي يحتجزون بها وسط حالة من الفوضى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر